بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجين أما بعد فنستكمل ما كنا بصدده من الكلام حول الهوية الإسلامية وانتهينا إلى شهادة شاهد من أهلها وهو المؤرخ اليهودي بيرنرد لويس الذي تكلم عن إدخال هرتقة القومية العالمية أو عبادة الذات الجماعية كان أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط ولكنها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكرا وإعلانا إلى أن يقول هذا المؤرخ اليهودي فالليبرالية والفاشية والوطنية والقومية والشوعية والاشتراكية كلها أوروبية الأصل مهما قلمها أو مهما أقلمها وعدلها أتبعها في الشرق الأوسط ثم يختم كلامه بقوله والمنظمات الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة وتعبر عن مشاعر الكتل الجماهرية المسحوقة وبالرغم من أن كل الحركات الإسلامية قد هزمت حتى الآن غير أنها لم تقل بعد كلمتها الأخيرة انتهى كلامه فيما يتعلق بالغرب الناس دائما تقول الغرب يكيل ميكيا ليني في الحقيقة هو ميكيا الواحد وهو ميكيا التعصب الأعمى والحقد الأسود الذي توارثوه جيلا بعد جيل سواء كان في الحروب الصليبية أو ما بعدها فالغرب مثلا يلغي الحدود بين بلاده ويوحد عملته ويوطد وحدته وفي نفس الوقت يمزقنا إربا إربا بحيث قسم العالم الإسلامي كله إلى عالم عربي وعالم غير عربي ثم العالم العربي يعني حتى الرابطة العروبية أضعفها عن طريق تغذية القوميات الوطنية في كل بلد ثم البلد الواحدة يقسمها إلى دوائلات صغيرة كما هو المخطط المعروف فليس من العقل أن يكون عندنا هذه النعمة العظمى الأمة الإسلامية إذا توحدت فإنها قطعا تكون القوة الضربة في الأرض كلها ولو بعد حين لكن عندها كل مقاومات الإمبراطورية الكاسحة التي لا تخف أمامها قوة في الأرض والعقيدة الإسلامية باعتبارها هي الركن الأعظم من أركان الهوية الإسلامية هي المنظار الذي يرى المؤمن من خلاله القيم والأفكار والمبادئ فالمنهج الإسلامي والعقيدة الإسلامية مثل النظار التي يلبسها الإنسان ويرى الأشياء كلها من خلال هذا المنظار حتى الأشخاص يحكم عليهم من خلال حكم الإسلام وما يقفه من الإسلام فهذه العقيدة هي المرشح أو هي المهيمن الذي يقوم بترشيح التراث التاريخي ليحدد ما يقبل منه وما يرفض مثل ونحن نتناول قضية الوطنية أو القومية العقيدة فوق كل شيء والعقيدة هي الركن الأساس لهذه الملة التي بعث الله بها جميع الأنبياء والمرسلين وأنزل بها جميع الكتب محور التاريخ البشر كل يدور حول دعوة الناس إلى تحقيق لا إله إلا الله وإثبات الوحدنية لله وعبادته وحده من دون شركاء عز وجل فيما يتعلق بقضية الوطنية والقومية وعلاقتها بالميزان الإسلامي أو الفلتر المرشح الإسلامي الذي يصفي تراث الأمم إذا فتحها هناك أشياء يقبلها وهناك أشياء لا بد أن ينبذها ويرفضها مثلا فرعون وملأ فرعون نحن نلاحظ طبعا في الأمم كلها كان الله سبحانه وتعالى إذا قص عن أمم يقول مثلا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحة لكن بالذات في مصر كان يقول إيه وإلى فرعون وإذا ذكر شعبه كان يذكره على سبيل التبعية له فيقول فرعون وملائه لماذا لما ترسخ أو رسخته الثقافة الفرعونية من عبادة الملك أو عبادة الملوك وتقديسهم إلى الحد الذي تعبر عنه الأهرامات أن يبنى هذا البناء الشامخ الضخم الفضيع من أجل أن تستقر فيه في النهاية جثة الملك وأوضاع الفرعينة في استعباد يعني ملوكهم أوضاع معروفة جدا لمن يدرس تاريخهم وثانية الفرعينة وشركهم بالله سبحانه وتعالى وعباداتهم الأله من دون الله أيضا ثابت تاريخيا فمن الجريم الكبرى والعدوان الصارخ على عقيدة الإسلام ما رسخته وكرسته مناهج التعليم الفاسدة الإجرامية المتأمرة مع مناهج الإعلام أيضا المتأمرة التي تحاول أن تطمس الهوية الإسلامية عن طريق مزاحمتها بالهوية الفرعونية وهذا الأسف الشديد وقع ضحية له كثير جدا من أبناء المسلمين الذين لم يدركوا خطر هذه المؤامرة والذين قهروا من ضمن ما قهروا في تبني أشياء تنافي يعني المقطوع بالضرورة الذي يقطع بينا الضرورة في الدين وهو مفهوم اللا إله إلا الله فكيف نقول لا إله إلا الله ثم ندرس الأطفال أجدادك الفرعينة فعلوا كذا وأجدادك الفرعينة تكرر الكلم عمدا في المناهج ويدرس التاريخ الفرعوني عدة مرات في ابتدائي وإعدادي وبعد ذلك يعني وبطريقة خبيثة جدا تحاول أن تزاحم وتلغي الانتماء الإسلامي ليس هذا فحسب بل يذكرون من عبادات الفرعينة وكيف كانوا ينادون آلهتهم من دون الله سبحانه وتعالى الأوثان والآلهة تذكر وتعلم الأطفال ويحفظونها ليختبروا فيها وامتحنوا فيها هي مؤامرة في الحقيقة يعني أخطر مؤامرة تعرضت لها مصر في هذا العهد الإجرامي هي تسميم الأبار المعرفية الأبار التي يشرب منها الناس المعرفة والعلم والإدراك سممت عن طريق أعداء الله وأعداء الإسلام وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حاولوا أن يقضوا وأن لهم ذلك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون فذي كانت أكبر الجرائم وهذا أكبر التحديات الآن كيف يتم تصفية عقائد الشباب الذي كان ضحية من هذه السموم التي أشربوها ليلة نهار حتى من خلال العبث الرياضي الذي كانت تصرف عليه الملايين فيه حتى هذه استغلت إذا غلبوا فريق المعينة يقول لك الفراعنة الفراعنة ربط النصر بالفراعنة مع أن الفراعنة يجب أن نكرههم ويجب أن نتبرأ منهم ومن شركهم وكفرهم وإلا ما نكونوا مسلمين كيف تقر بأن إله الشيء الفلاني فعل كذا وإله المطر فلان وإماه الخصب والزراعة فلان ما هذا هل يعقل أن من يشهد أن لا إله لله يعني يقر ويحكي بفخر أحوال هذه الأوثان وأحوال يعني عابدها العقيدة هي التي فوق الجميع العقيدة فوق الجميع وكما قلنا من قبل من كان مقتنعا وراضيا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهلما أنه يستجيب لنداء الفطرة فنور على نور نور الفطرة يتطبق تماما الانتباق مع نور الوحي الذي أنزله الله وذلك السر في استجابة الناس العجيبة جدا بالذات للدعوة الإسلامية في أي مكان في الأرض إذا أمكن توصيل الحق بدون تشويه وبدون أن يبغوها عوجة الناس تستجيب فهذا هو المداعم الأول للدعوة الإسلامية في كل بقاع الأرض وهي أن دعوة الفطرة كل إنسان حينما ولد غرس الله فيه الفطرة السليمة النقية كل مولود يولد على الفطرة الفطرة هنا معناها الاستعداد لتقبل الإسلام طبعا هو يولد لا يعلم شيئا كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لكن الله سبحانه وتعالى يخلق في هذا إنسان الاستعداد لقبول الحق وقبول دعوة التوحيد فيحصل نوع من الجاذبية بين هذه الفطرة المغروسة في داخل كل إنسان منه والحق إذا بلغه ينطبقان تماما بالانطباق وكأنهما قطبان يعني ينجذبان إلى بعض مجرد ما يأتي نور الوحي مع نور الفطرة يتجذبان تماما ويلتحمان في وحدة واحدة وده الإعداء الإسلام رصدوه لكن هم مش عارفين تفسيره ويزاك حتى ما بيكلموا على الأحزاب السياسية يقول لك لا يؤسس حزب على أساس ديني في بلاد المسلمين لكن في بلادهم هناك الأحزاب الحزب الديمقراطي المسيحي في إيطاليا وفي ألمانيا في كذا وبثحكم وتصل الحكم لكن بالنسبة للمسلمين لأنه معروف إذا يعني وصلت دعوة الحق إلى الناس كيف ستكون استجابتهم لهذا يعني الحق نعود إلى مثال فرعون وما لأوا فرعون من حيث النحية الوطنية والقومية هم كانوا مصريين لكنهم كانوا كفارا وثنيين وموسى عليه السلام الذي هو من بني إسرائيل وأتباع موسى عليه السلام كانوا مسلمين مؤمنين فواجب كل مؤمن كل من يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي أن يعادي أعداء الله وأن يبرأ منهم ولو كانوا من جلدته ويتكلمون بلسانه واجب كل مؤمن أن يوالي حزب الله وأولياءه من كانوا وأين كانوا ومتى كانوا يقول الله سبحانه وتعالى ودي روعة الإسلام في الحقيقة وروعة الفطرة وروعة الحق ونور الحق يعني يعني يظلون ينفقون الأموال والميزانيات من أجل مثلا تشويه مفهوم معين من فهيم الإسلام وحتى يحسبون أنهم قد أنجزوا مهمتهم ومتى النجاح ثم تأتي آية واحدة من القرآن الكريم تذري تمحوا وتمسح كل ضلالهم وكل ما يصنعون يظلون مثلا يتكلمون على قضية تعدد الزوجات والتشنيع والتسخير وسائل إعلام للتنفير من مثل هذا وتشويه الصورة إلى آخره مجرد آية واحدة من القرآن تتلوها تمسح كل ما يكيدون ويشنعون على دين الله تبارك وتعالى نفس الشيء في قضية الولاء والبراء آيات من القرآن مش هادر يمحوها لن يستطيع أحد أن يمحوها كلام الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ويقول عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء وقال سبحانه يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم الملأ المؤمنون من بني إسرائيل قال الله سبحانه وتعالى فيهم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت نحن المسلمين نعد هذا نصرا لعقيدتنا يعني أنت تقرأ الآية إلى من تنحز تنحز إلى داود عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل مع أن أعداءهم كانوا فلسطينيين أو فلسطينيين أما هم فكانوا بني إسرائيل لكن لأن هؤلاء مؤمنون تجد أن سياق القرآن يذكرها بحيث أنك قلبك يميل وتناصر فريق أهل التوحيد وأهل الإسلام من بني إسرائيل ضد من قد يكونون من بني جلدتك أو عرما كالفلسطينيين هذا طبعا في ذلك الوقت أوضح من هذا وأصرح أن نقول لو قدر أن الله بعث داود وسليمان عليه السلام إلى الحياة من جديد لو أن داود عليه السلام وسليمان عليه السلام عاد إلى الحياة من جديد إلى من سيرحازون قطعا قطعا نقطع حتما أنهما عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام سيكونان متبعين لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصداقا قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا وأخذ علي هذا المثاق لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولا تنصرنه صلى الله عليه وسلم وأيضا مصداق هذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني قال هذا في سياق الناس الذين يشتغلون بصحف التوراة وكتب بني إسرائيل عن القرآن الكريم فأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمة إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني إذن نحن أولى بموسى من اليهود ونحن على الدين موسى دون اليهود ولو بعث موسى وداود وسليمان لحاربوا اليهود والنصارى والعالمانيين وسائر الملحدين ولعبدوا الله في المسجد الأقصى على شريعة الإسلام كما كانوا يعبدونه وحده فيه قبل نسخ شريعتهم بالقرآن الكريم ولرفعوا راية الجهاد في سبيل تطهير فلسطين من قترة الأنبياء الملعونين على لسانهم حين تقرأ القرآن الكريم وهو أسرد عليك قصة موسى عليه السلام وفرعون إلى أين تتجه عاطفتك هنا يفترق منهج الذين يحاربون الإسلام ويستهدفون إلغاء وتشويه الهوية الإسلامية وبينما أراده الله سبحانه وتعالى حين أنزل هذا القرآن إلى من تتجه عاطفتك وأنت تسمع الحوارات الكثيرة بين موسى وفرعون وبين المؤمنين من بني إسرائيل وبين أعدائهم من المصريين هل تتجه عاطفتك وأنت تقرأ صورة طاها أو غيرها من الصور القرآنية الكريمة هل تتجه عاطفتك وتنحاز إلى بني جلدتك المصريين أم إلى موسى عليه السلام وحزب الله المؤمنين إلى بني جنسك المصريين أم إلى سحرة فرعون عندما واجهوه وتحدوه فتحب هؤلاء لإيمانهم وإذا قرأت قوله تعالى هذا من شيعته وهذا من عدوه فإنك تنحاز بلا تردد إلى موسى وشيعته المسلمين ضد أعدائهم ولو كانوا من بني جلدتك هذه هي العقيدة ومحمد فرق بين الناس حتى إنه يفرق بين الأبي وأبيه وبين الأخ وأخيه على أساس موقف هذا الأب أو الأخ من العقيدة هي الحد الفاصل في العلاقات وسياغة العلاقات بين الناس والولاء والبراء مصداق ذلك أيضا أن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين ينزل آخر الزمان يحكم بالإسلام ويصلي أول نزوله مأموما وراء المهدي ويقاتل اليهود ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة ليس بيني وبينه نبي والأنبياء وأولاد علات أمهتهم شتى ودينهم واحد وهذا متفق عليه معنى أولاد علات يعني أولاد ضرائر يعني رجل عنده زوجات عدة وإذا رزق أبناء طبعا الأب واحد فالأولاد يكونون أشقاء من الصلب يعني من العصبة أبوهم واحد لكن الأمهات مختلفة لكن كلهم أبناء أبوا واحد فمعنى الأنبياء أولاد علات يعني أنبياء كلهم إخوة كلهم إخوة أبوهم واحد والمقصود به هنا إيه؟ دين الإسلام كلهم دعوهم دين الإسلام وأمهاتهم شتى لهي الشرائع تختلف الشرائع من أمة إلى أمة لكن الأنبياء جميعا بينهم قاسم المشترك وهو الدعوة إلى لا إله إلا الله كلمة النجاة تختلف من أمة إلى أخرى في عهد نوح كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله نوح رسول الله في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله في عهد المسيح عليه السلام كانت النجاة لا إله إلا الله عيسى رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذن هناك قاسم مشترك بين جميع الأنبياء كلهم دعوا إلى الإسلام فمن الجهل أن يتعدى إنسان على هذه الحقيقة القاطعة ويسمي الأديان السماوية بصيغة الجمعة يقول الأديان السماوية كثير يقولون لها بسبب الجهل الجهل لا يتعمدون لكن هناك من يتعمد الخلط في الحقائق وتزييف هذه الحقائق فالإسلام دين واحد كيف يكون كلهم من السماء ثم تتعارض فيما بينها هي صحيح؟ اليهودية والنصرية أصلها سماوي لكن ترى عليها التحريف لكن المجيل الذي نزل على المسيح التوراة التي نازلت عن موسى كلها كتب الله ونحن نؤمن بجميع هذه الكتب ونقر من نبوة جميع هؤلاء الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام من كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء إذا أمنت بجميع الأنبياء ثم لم تؤمن بالمسيح فأنت كافر لا يصح لك وصف الإسلام إذا أمنت بجميع الكتب وكفرت بكتاب واحد فقد كفرت بجميع أركان الإيمان إذن على هذا الأساس نحن المسلمين أولياء المسيحي وأحباؤه ونحن أتبعه على دين الإسلام الذي دعا إليه ونحن المقصودون بقوله تعالى وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ الخطب هنا للمسيحة للسلم وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَ ما أحسن ما قال صاحب الظلال رحمه الله تعالى وعفى عنه عقيدة المؤمن هي وطنه وهي قومه وهي أهله طبعا في تشويش كثير بسبب الركاب سنظل نعاني فترة طويلة لثة من أثر تلاتين سنة ستين مش تلاتين ستين سنة من القهر والظلم ومحاربة الإسلام لكن نحن بقول دائما تلاتين عشان معظم شباب هذا الجيل مساكين طبعا تلاتين سنة وارئ تسع وعشرين سنة وارئ خمس وعشرين سنة وارئ ما رأوا إلا هذا الظلم وهذا القهر والاستعباد فبالتالي توغل سرطان الإعلام الخبيث مناهج التعليم المحرفة المعادية للإسلام مؤامرات كثيرة جدا ليلة نهار كل الهواء كان مسموما فبالتالي سنحتاج وقتا كثيرا هي مسألة وقت لأن فلول وذيول هذا النظام الإجرامي السابق ما زالت تتنون بألوان أخرى تظهر في صور أخرى تحاول أن تركب بالفعل الموجة وصوتهم عالي جدا أنه ما زال في أيديهم إعلام ما زال يحاولون أن يظهروا أنهم كيان مؤثر لكن إذا استمرت الأمور بدون تزوير وتزييف وتأمر أعتقد هي مسألة وقت وسوف يعود للناس بصيرتهم بهذه الحقائق فلسه في صوت وفنول العلمانيين والليبروليين وسائل المعادين للإسلام من كل هذه الأنواع لسه لهم صوت هي مسألة وقت إذا الناس أفاقت وعادت إليها البصيرة وعاد إليها الوعي كان فيه كتاب قديم التوفيق الحكيم اسمه إيه عودة الروح طب فيه كتاب جديد عمله بعد كده اسمه عودة الوعي من يعرف خصة تأليف هذا الكتاب لا هو لما توفي عبد الناصر وكان المؤلف اللي هو اسمه إيه التوفيق الحكيم لما جالس في المجلس والناس بتتناقش يعني عايزين يعني يوفوا حق عبد الناصر ويقيموا له تمثالا في أكبر مادين فقالوا يعني أين نضع تمثال بغض النظر طبعا الإسلام يحرم التمثيل لا يوجد شك لك أنا أتكلم من قصة يعني أحكيها ففي النقاش الناس اختلفوا في المكان الذي يضع فيه تمثال عبد الناصر وإذا بواحد من القوم قال كلمة هي التي أعادت الوعي للكاتب فألف الكتاب عودة الوعي لأن واحد قال أحسن مكان تضعون فيه تمثال هو أكبر مادين تل أبيب مقابل الخدمات الجليلة التي قدمها عبد الناصر لخصوم الأمة وأعدائها عبد الناصر كان مفروض بعد 67 كان يتحاكم مش الشعب يعمل موضوع المظاهرات تحت التنحي وهذه الأشياء لكن سحر الآلة الإعلامية كما هو معلوم كل التاريخ ده المفوض يعاد من جديد سياغته بصورة أمينة وليست بصورة يعني متأمرة فطبيعي جدا أنه كان يحاكم في المجزرة التي حصلة في 67 لكن كالعادة الأمور تتناول أو تسير في اتجاه يعني آخر ف للغريب أننا كل التواغيت فعلا لو كان يجوز صناعة تمثيل فليصنعوا لهم جميع تمثيل في داخل تال أبيب نعود لكلام الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى يقول عقيدة المؤمن هي وطنه وهي قوم وهي أهله ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعا وقطيع وسياج يعني الارتباط بقطعة أرض وسور يحكم هذه الأرض أو حدود وارتباط بالتراب الوطني في حد ذاته دي رابطة بهيمية تماما كما تجتمع البهائم داخل الحضيرة أما البشر المكرمون فإنهم يجتمعون أساسا على العقيدة فالعقيدة هي الوطن وهي القوم وهي القبيلة وهي الأهل ها عقيدة المؤمن هي وطنه وهي قومه وهي أهله ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعا وقطيع وسياج والمؤمن ذو نسب عريق ضارب في شعاب الزمن إنه واحد من ذلك الموكب الكريم الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم هؤلاء هم أئمتنا هؤلاء هم زعماؤنا هؤلاء هم أحبابنا الذين نوالي فيهم ونعادي ليس على الأساس رباط وطني أو قومي وإنما على الأساس رباط العقيدة من هم قادت هذا الموكب اللي هو نسب المؤمن نسب ممتد في أعمق أعماق التاريخ متصل إنهم نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أمتكم هنا بمعنى ملتكم أم هنا بمعنى الملة أي الدين وإن هذه أمتكم أي ملتكم أمة واحدة يعني الإسلام وأنا ربكم فاتقون انتهى كلام صاحب الظلال رحمه الله تعالى إن العقيدة التي هي ركن الهوية الأعظم تربط المسلم بأخير حتى يصير كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى جسد واحد هذه العلاقة بين المسلمين يعني وإخوانهم في كل مكان فالعبارة التي حفظون إياها ليضمنوا انحباس كل شعب مسلم داخل قفص الحدود الوطنية التي استرعوها والتي صنعها لهم سايكس بيكو هذه الحدود هذه القاعدة التي حفظها الناس ثم صارت كأنها بديهية من المسلمات وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول عدم التدخل كل جزار يستأثر بشعبه يعني يسلخه ويذبحه ويقتله ولا يتكلم أحد بحجة أن هذه هي الشؤون الداخلية العقيدة ترفض هذا المبدأ ما يحدث الآن في ليبيا إذا تدخلنا فيه ليس هذا تدخلا في الشؤون الداخلية لأن المسلمين جميعا جسد واحد شاءت طغاته أم أبو إنه جسد واحد إذا يعني اشتكى منه عضو بلد واحدة يتدعى لها سائر الجسد بالحمى والسهر فبسبب هذه القاعدة الشيطانية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول طاعت منا أمور كثيرة جدا يعني خذلنا السودان حتى وضع نصفها وخذلنا كذا وكذا بسبب قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تعاملوا معها يعني كأن يعني كأنها قطع يعني منفصلة بعضها عن بعض يعني لما واحد يصف شعبه وإنه جريذان نموذج عجيب جدا حقيقة يعني هي مشكلة بتاعت القذافي مشكلة غير مكررة إطلاقا في أي طوغية من الطوغيت لأن القذافي هو إنسان مختل نفسيا قطعا ودي مش اكتشاف حديث الناس بتتكلم دلوقتي إنه إنسان سايكوباثي وإنه مختل نفسيا دي مش جديدة دي عمرها من ساعة نفسك الحكم من 42 سنة أو 41 سنة هل عرفين أنتوا السادات كانوا بيلقبوا إيه في الخطب مجنون ليبيا دي كان شيء معروف من زمان هي المشكلة إن محدش تخال إن هذا المجنون في يوم الأيام يبقى في إيده الطيران والجيش وكذا وكذا وكل القوة دي استعمالها ضد شعبه في غاية الوطنية يعني المفروض إن أي بلد تختار رئيس حتى لو حيخالف الناس في العقيدة بس يعني يكون وطني طيب على الأقل وطني هل بالعقل يمكن أن الواحد يضرب شعبه بالطيران ومدافع الموضوع للطيرات وهذا الإجرام الذي لا نظير له علي أو على أعدائي وبيتكلم كأنه صاحب دعوة حق مش عايز أقول إنه مجنون لأن برضو مجنون دي حتخليه معفيا من المسؤولية وهذا الدمار لا ينبغي أن يوعف من فعله من المسؤولية ف يعني مش هنضيع وقت هم الجماعة للتواغيط عاملين زي ما واحد من المعلقين كابيقول زي ما يكون فيه كتالوج متوزع عليهم بيديهم التعليمات في حالة التمرد عليكم افعلوا كذا وكذا وكذا واضح جدا كتالوجه بيقروه محدش بيستفيد من قبله أبدا يعني ابن علي عمل قمع أيضا مع شعبه لكن هو القمع كان في مرحلة ابن علي كان قمع فيه نوع من الشياكة بيسموه دالكت يعني مجرد بس رصاص مطاطي قنابل مصيلة الدموع إلى آخر المبارك الكتالوج برضو كان فيه نفس التعليمات بس هو بص ابن علي انه كان كذلك كذلك شيك في التعامل مع المظاهرات ف يعني كرر برضو ابن علي ونظامه لكن زاد عليه ابتكر حاجة أقوى شوية اللي هي إطلاق البلطجية والمسجلين خطر من السجون ومن هذه الأشياء على الناس والاستعمال الملطوف طبعا على المتظارين بالطرقة المعروفة وموقعة البغال والجمال والحمير والجحوش التاريخية داخلت التاريخ فده كان أسلوب تاني متطور شوية طبعا القذافي جايب بقى حاجة دي ده خالص مخطرتش على البقى لأن يكون محضر جيش من المرتزقة محضر جيش من المرتزقة لا يعرفون اللغة العربية ويغدق عليهم من الأموال وفي يوم الأيام قال لي شعب وأنا حلونك وكلكم باللون السود سوف أستبدلكم بالأفارقة إنسان متوحش هو مريض فعلا مريض قطعا ما في كلام ومش من يوندو اللي هو من زمان من ساعة تالى الحكم وهو أي إنسان يلقى على طول إنه إنسان عنده خلل نفسي ومش محتاجة حتى أخصائها في يعني عدة مظاهر الخلل النفسي والاضطرابات النفسية موجودة في هذا الشخص يعني المريض هو بقى جاب المرتزقة وزود كمان حكاية حبوب الهلوسة إن دين ناس نواخدوا حبوبها لو تكلم في مين هو بعيد عن واقع خالص على أي الأحوال الإجرام يعني القزافي إن شاء الله تعالى أملنا في الله سبحانه وتعالى أن النصر قريب على هذا المجرم عدو الله وعدو رسول الله وعدو الإسلام والمسلمين وتاريخه من أسوأ أنواع التاريخ في حرب الإسلام وأهله والولد بلطاجي زي أبو بالضبط ما فيش فرق يعني إنسان ناس بتفقد عقولها يعني وإشاء الله سبحانه وتعالى إنهما لما بيتعاملوا مع هذه الأزمات بيتعاملوا بطريقة تدلوا على أن الله طامس بصيرتهم بيفقدوا الوعي بتصرفوا بطريقة في قمة الغباء بيكون نتيجتها اشتعال الثورات أكثر وأكثر وأكثر وده اللي حصل يعني من هؤلاء يعني القوم فهو إذا كان هو بيلعب على وطر القبلية وإن ليبيا قبائل وحن أعمل لكم يعني في حد عنده رائحة وطنية ويستعدي الغرب على بلده يقول الاستعمار هيجعلكه تاني كانوا بيقول لأمريكا تعالي يقول ده إحنا بنا ومن أقرب قاعدة أمريكا نص ساعة يجوا يحتلوا ليبيا تاني يرجعلكوا الاستعمار البترول ده هيتحرق انسوا بقى مدارس وانسوا التعليم وانسوا المستشفات وانت مستشفات إذا أنت من ساعة لم تجد ولم تستحدث مستشفى واحدة في لبي فالحقيقة مأسي يعني عجيبة جدا ويعني فإن كان هو بيعتمد على مبدأ القبلية فيعني منطق الثقر بقى اللي بيستعمل عندنا في الصعيد بيقول إيه إن إذا كان القذافي له عائلة وقبيلة فالقبيلة القذافي وعائلة القذافي لها آخر لكن الشعب الليبي هو عائلة ليس لها آخر يعني أكيد هتخلص قبيلته قبل ما يقضي على الشعبي يعني كله بإذن الله تعالى فنحن طبعا نتألم جدا مما يحدث وكوننا نود أن مصر تكون في وضع من الاستقرار والقوة أكثر بحيث كانت تؤدي بهذا المخلوق وتحرر الناس من هذا المجنون الذي يريد أن يحرق الأخضر واليابس ويعني ما أطلق طلقة واحدة تجاه اليهود ثم يستعمل الطائرات ضد المسلمين في ليبيا ليبيا والله الحمد كنز كنز ثمين جدا بالنسبة للمسلمين الناس كلهم مسلمون من أهل السنة معتزون بإسلام يعني واحد اللي بيقول إحنا ستة مليون فينا مليون حامل لكتاب الله شعب معتز جدا بدينه وذلك لم يفود القذافي وابنه أنه بغباء أيضا يستعمل موضوع الفزاعة ويقول للغرب ده حيحكموها ويعملوا إمارة إسلامية إذا كان أمريكا ما سمحتش بإمارة في مقديش ولا في أفغانستان كيف ستسمح يعني فيه كأنه بيستعدي الغرب تعالوا الحقد وهما دول المسلمين ليه أعطين الصورة دين المسلمين ليه هل المسلمون وحش إحنا كل العزين من الغرب يسلمون في حالنا بس الغرب يتركوننا في حالنا ما في داعي لقضية الكبرياء في الأرض والعلو والقهر وحرماننا من الحق الذي يتمتعون به هم في داخل بلادهم فلا ينبغي يعني أقل شيء أننا نكتهد في الدعاء لإخوانينا في ليبيا وسائر بلاد المسلمين أن ينجيهم الله من هذا الطاوط وفعال وهذا الشيء الذي لا يعجز عنه أحد اللي يستطيع بقى بمساعدات اللي تستطيع الطباء يعني يذهبون إلى هناك ليساهموا في علاج الجرحة فطبعا هذا الشيء يعني واجب مقدس ما في شك في ذلك نعود لكلامنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر لو نلاحظ القرآن الكريم سنجد أن القرآن الكريم كثيرا ما يطلق عبارة النفس وهو يرد بها الأخ في الإسلام وفي العقيدة تنبيها على أن رابطة الإسلام تجعل أخ المسلمي كنفسه انظر إلى قوله تعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم مقصود بها طبعا ولا تخرجون إخوانكم في العقيدة ولا تخرجون أنفسكم يعني إيه إخوانكم فسمى الإخوان بالأنفس يعني لا تخرجون إخوانكم وقال أيضا لولا إذ سمعتموه حديث الإفك ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا طبعا وضح المؤسود إيه بإخوانهم خيرا وقال عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا تلمزوا إخوانكم على أصح التفسيرين من الآيات الدلة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين وأن تلك الرابطة تتلاشى معها جميع الروابط النسبية والعصبية قوله تعالى لا تجد قوما إن هذا شيء لا يقع أبدا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إذن رابطة العقيدة ورابطة الدين ورابطة حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أقوى من رابطة الأبوة أو الأخوة أو البنوة أو القبيلة والعشيرة ويقول أيضا عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال عز وجل فأصبحتم بنعمته إخوانا إن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله ألا ترى أن هذه الرابطة هي التي تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا هذه الرابطة لم تربط فقط بين المؤمنين على وجه الأرض وإنما أيضا ربطت بين المؤمنين وبين حملة العرش وعطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف طبيعة الملائكة غير طبيعة البشر ومع ذلك رابطت لا إله إلا الله ربطت أيضا بين الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله وبين المؤمنين على سطح هذه الأرض تأمل قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى قوله تعالى وذلك هو الفوز العظيم فإيه القسم مشترك الذي ربط الملائكة حملة العرش بالمسلمين في الأرض قسم مشترك هو كلمة إيه الإيمان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون الحمد ربهم وإيه ويؤمنون به ثم تأمل ويستغفرون للذين أمنوا فالإيمان والتوحيد ولا إله إلا الله هي التي ربطت حتى بين الملائكة في السماء وبين المؤمنين في الأرض مما يوضح ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيصلى نارا ذات لهب أبو لهب قرشي شريف وهو أيضا هناك ربطة قوية جدا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه عمه هو عم الرسول عليه وسلم ومع ذلك بسبب استضام العقيدة واختلاف العقيدة عامله القرآن وذكره القرآن بهذا النص الشديد سيصلى نارا ذات لهب يقابل يقابل ذلك بما لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من الفضل والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولقد أجاد من قال لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب فسلمان مع أنه فارسي ليس بعربي لكن الإسلام رفعه حتى روي سلمان منا أهل البيت وكان يفخر ويقول أنا ابن الإسلام سلمان كان يفخر بأن يسمي نفسه ابن الإسلام وينسى أي انتساب يعني آخر لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب مع أن أبا لهب شريف قراشي وعم النبي صلى الله عليه لما كفر انقطعت الرابطة وصارت عداوة ولقد أجمع على أن الرجل إذا مات وليس له من الأقرباء إلا ابن كافر أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام لو أن رجلا مات وليس له أقارب إلا ابن كافر وجود الكفر لأن معروف القاعدة أن الميراث أو التوارث دليل القرابة التوارث دليل القرابة وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى أحد موانع الإرث اختلاف الدين اختلاف الدين يقطع على العلاقة فهذا يدل على أن رابطة الدين أقوى من رابطة النسب لو أن الرجل مات مسلم مات ترك ثروة وله ابن واحد من صلبي لكن هذا ابن كافر فإن هذا الابن مع شدة القرابة لا يرث أباه اختلاف الدين يحول بين التوارث ويقول مالوه إلى إخوانه المسلمين إلى بيت مال المسلمين لماذا؟ لأنه أخوهم في الدين أما هذا فالكفر يحول بينه وبين الميراث فذل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من البنوة النسبية طبعا هذه كله أدلة قوية جدا على أن العقيدة هي فوق أي شيء آخر فوق أي ربط من أي نوع فالعقيدة هي الجنسية جنسيتك هي الإسلام هي عقيدتك هي وطنك اعتبر ذلك أيضا بقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نوحا عليه السلام في شأن ابنه الكافر قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح طبعا هو ابنه من صلبي قطعا لكن هو يقصد بسبب اختلاف الإيمان وأن ابنه كان كافرا فانتفت هذه يعني الأبوة قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح لأن مدار الأهلية هي القرابة الدينية كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ألا وإن ولي محمد صلى الله وسلم من أطاع الله وإن بعدت لحمته ألا وإن عدو محمد صلى الله وسلم من أص الله وإن قربت لحمته اعتبر ذلك أيضا بقصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع أبيه وقومه الكافرين يقول تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة أسوة قدوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده تأمل موقف المسيح عليه السلام مع قومه بني إسرائيل كيف انقسموا بمجرد الإيمان انقسم بني إسرائيل إلى قسمين انقسموا إلى أنصار للمسيح ممن قبلوا دعوته فصاروا مؤمنين وانقسموا فريق الأخر أعداء كافرين على أساس موقفهم من الإسلام تأمل كيف يأمرنا الله عز وجل أن نقتدي بهؤلاء المؤمنين يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة تأمل الآية فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيادنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فمجرد الإيمان والتوحيد انقسموا إلى وما أنهم قبيلة واحدة بني إسرائيل لكن بالإيمان انقسموا إلى مؤمنين وإلى أعداء لهؤلاء المؤمنين بسبب العقيدة هذه هي الهوية الإسلامية المتميزة فطرة الله التي فطر الناس عليها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لا يعرفها ثم يرغب عنها إلا من سفيها نفسه واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فهل يدرك هذا عاقل فضلا عن مسلم مؤمن ثم يقول الذين كفروا من الفرعين أو غيرهم هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا إنه لا يعرف لا مفكر مسلم ولا أي مخلص لهذه الأمة قد تلطخ بالدعوة إلى هوية غير الهوية الإسلامية بالعكس الدعوة إلى الهويات المزاحمة والمضادة للهوية الإسلامية لم تترعرع إلا في أحضان أعدائنا الذين لا يألوننا خبالا وإلا في كان في الدعاة على أبواب جهنم الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ممن رباهم الاستعمار في محاضنه وصنعهم على عينه وأقامهم وكلاء عنه في محاولة إطفاء نور الإسلام ومحو الهوية الإسلامية من الوجود يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لا شك أننا نعاني من أزمة في هذه الهوية ونحن لا ندين الشباب بقدر ما يعني نقول إنهم ضحية للتشويه الإعلامي يعني حسين كامل بهاء الدين وهو من أشد أعداء الإسلام في مصر في عهد مبارك وكثير من الناس لا يلتفتون إلى خطورة هذا الرجل لأنه الذي تولى تسميم الأبار المعرفية الأبار المعرفية والعلمية التي يشرب منها الشباب ويشرب منها الأطفال ويشرب منها الناس هو الذي تولى وضع السموم التي تسمم عقيدة هؤلاء الشباب وتنزع عنهم الاعتزاز بالهوية الإسلامية وهذا حديث يطول في الحقيقة نرجو أن تأتي فرصة نتكلم بالتفصيل قضية ما سمي بتطوير التعليم هي لم تبدأ بهذا المخلوق المسمى حسين كامل بهاء الدين والذي نساه الناس الآن لكن الذي بدأ هذا هو فتح سرور الذي افتتح باب تطوير التعليم منذ أن كان وزيرا للتعليم وتأمر على حذف القرآن الكريم وهو الذي وضع الأساس ثم بعد ذلك طبعا انقفزوا خفزات هائلة وبإشراف اللجان الأمريكية التي كانت توجه حسين كامل بهاء الدين من أجل ما يسمى تطوير التعليم ولم يقنعوا ما موقفوش عند حد كل فترة كانوا تحصل عملية تنقية من جديد حتى المدرسون المسلمون المنتزمون ابعدوا تماما عن العملية التعليمية لكي لا يؤثروا في الأجيال وحصل ما حصل من اضطهاد عجيب جدا وتحويلهم جميعا أي واحد عنده شائبة تدين يحال إلى المناصب الإدارية ويشل مهما كانت كفاءته الظلم كان كثيرا جدا التراكمات كثيرة جدا ونرجو إن شاء الله أن نستطيع أن نبدأ بداية صحيحة إلا إذا فهمنا هذا الواقع وعرفنا من أعداءنا وما آثرهم في هذه المناهج فمناهج التعليم كانت أخطر لأن المناهج التعليم ليست مثل حتى الإعلام إعلام طبعا له دور لكي مناهج التعليم دي مواد تمسك الطالب من ابتدائي لحد يتخرج من الجامعة ويجبر ويجبر على مذاكرته لأنه لأنه ليس سينجح للمذاكره فلازم يحفظ آلهة الفرعنة وعبادة الفرعنة وكل ما يتعلق بالفخر والفرعنة الذي يعرض له بطريقة فيها فخر وانتماء بهذا الكفر وهذا الشرك فموضوع التعليم في الحقيقة من الموضوعات المهمة جدا جدا ولا يمكن أن الأوضاع تنصلح إلا بإعادة تصحيح مناهج التعليم والعودة إلى هويتنا الحقيقية ليست الهوية التي كانت ترضي عنا بني إسرائيل وترضي عنا أمريكا وغيرها فهذا محور من المحاور المهمة جدا وصل الشباب كما كان يستحلف له حسين كامب الهيئدين قال في أحد اجتماعات مع الوزراء قال أيام بقى لأنه محدش روج لمصطلح التطرف مثل حسين مبارك ثم بعد ذلك انتقل إلى مصطلح الإرهاب بحيث الناس فهمت أن أي متذاين فهو إرهاب وأي تطرف فهو حكر على المسلمين فهو لما كانوا في المرحلة بتاعت التطرف اللي في الأول حسين كامب الهيئدين قال في مجلس الوزراء اتركوا لي موضوع التطرف وأنا أخرج لكم الشاب من الجامعة لا أستطيع أن يفرق بين المسلم والنصراني طلع شباب يعني ضاع الهوية عنده أزمة هوية عندنا ملامح الآن عجيبة جدا يعني لو تلاحظون الشباب ده مسكين يعني لا ندينه أبدا لكن هو كان ضحية يعني الشباب دلوقتي اللي بيجمعوا الأموال فيما بينهم ومعوا تمرعات يعني يشتغلون بتنظيف الشوارع وإزالة القمامة وبالدهان الأرصفة بالبوية هو يعني مين بيجبرهم على هذا الفعل طب وإيه السر في أن الشباب بيعمل هذا الشباب اللي سهروا الليالي في أيام الرعب والعصابات أثناء الثورة اللي كانوا يوصلون طوال الليل أو في البرد الشديد يحرصون يعني البيوت والمؤسسات وهذه الأشياء هل هناك قوة تجبرهم على ذلك هو ده بقى الانتباء ده الشيء اللي كانوا يسمعوا عنه ويحاولوا ويغرسوا فيه بس ما كانش فيه فايدة لكن الفرق الفرق أنه ده وقت حاسين أننا بلد زي كل البشر على وجه الأرض أن لنا بلد بننتمي إليها ده الجديد علينا يعني واحدة مدرسة في الجامعة نزع مننا الشعور بأننا آدميون ولذلك كان أي مصر يخرج إلى الخارج حتى لو راح الكنغو وكنشاسة أو بنجلاديش يشعروا أنه بن آدم في فرق أنا لست خشبة لست شجرة لست جمادا أنا أنتمي إلى طائفة بني آدم فكنا نفتقد المعاملة الإنسانية والنماذج كلكم تعرفون أكيد كل واحد عنده خلال فترة التلاتين سنة ركام وتراكمات ويعني رواسب كثيرة من القهر والظلم في كل مجالات الحياة بلا استثناء فمش وقت أننا نكتر الماضي الآن لكن الذي أريد أن أقوله أن الشباب حتى الشباب اللي كنا بنسخر منه وطبعا طلعوا أنهم أعظم رجال في الوجود بثوراتهم العظيمة لكن الشباب اللي كنا بنسخر منه دول بتوع الفيسبوك دول بتوع البلايستيشن وبتوع مش عارف إيه اتضح فعلا أنهم رجال ولكن ما أخدوش فرصة لما أخذوا الفرصة ما فيش حد بيجبرهم على اللي بيعملوا دلوقتي صحيح هي حاجات قشرية حاجات بسيطة أنه بيدهن الرصيف أو يلم القمامة أو نحو ذلك لكنه عايز يقول إيه أنا ما سدقت إلى إيه شيء بناء أعملو فهيا التقطوني يعني أريد أن أعيش لرسالة أريد أن أؤدي دورا وقال لا أهمش فهذا كان مهمشا تماما مهمش لا عمل لا وظائف لا كرامة إنسانية لا حرية ما فيش حاجة خالص فانت ما إيه بقى كل الناس كانت حاسة دي بلده هم حرين فيها محدش اطلاقا شعر بهذا الشعور إحنا أنا كنت تاجي ساعات بالمطار لما كنت راح أنزم يصبح المطار القاهرة أول ما أدخل المطار وقرأ في المطار القديم كان مكتوب إيه ادخلوها بسلام أمينين هقول ربنا يسطر كلمة الأمان بقى على الطريقة المصرية الأمن على الطريقة المصرية ادخلوها بسلام أمينين وقال ادخلوا مصر إن شاء الله أمينين فأول ما أرى الآن أرتعب ليل أنا عارف السيناريو أو المسلسل الذي سيحصل معا من ساعة ما أنزل في المطار فإحنا فعلا ما كناش حنسين إحنا بشر ولا إن لنا بلد كنا نهان في بلدنا وبالتالي كنا نهان أكثر حينما نخرج إلى الخارج الآن المصريين في كل العالم بقولوا إحنا رفعين رأسنا وبنفخر بأننا ننتمي إلى مصر تماما كما صنع المصريون أيام حرب العبور لما رفعوا يعني رأس كل العرب وكل المسلمين بما يعني أنجزوه فالحمد لله رب العالمين أننا هتعلمنا نحن لا نيأس أبدا من روح الله وإذا ما نيجي ندعي ندعي بيقين أن الله سبحانه وتعالى يعني يستجيب لهذا يعني الدعاء وأنه ينصر المظلومين ولو بعد حين فكنا نرى الشباب من شدة أزمة الهوية بيعلق أنهى عالم في السيارة وفي رقباته عالم أمريكا ويلبسه عالم أمريكا ما هو عايز يلتحك بأي حاجة بقى تديله قيمة حتى لو كان أعداء يعني المسلم ده اللي بيروح ياخد جنسية البلاد الكافرة المعادية للإسلام يعني بدون عذر طبعا لو كان بعذر هو معذور لكن بدون عذر إيه اللي خلاب يفخر بجنسية الأمريكية فاز بالجنسية الأمريكية فاز لأن لو كان هو يعني تشرف بالانتماء إلى بلاده الإسلامية ما كان أشعر بهذا الشعور إنه فاز بالجنسية وكتير جدا من الحوادث كنا نشوفها إن واحد مصري مثلا وجه يتعرض لنعمل الاضطهاد يلقمها تول السفير الأمريكي على التليفون أو مش هتكلم معاكم يعني كان وذلك كان حضرت أو كان فيه مؤتمر في أمريكا زمان وكان الشيخ أحمد القطان الكويتي حفظه الله قال كده مرة في مؤتمر في أمريكا من زمان كان تريبا في أواخر الثمانيات أو أول التسانيات فقال كلمة عجيبة جدا قال اللهم ارزقنا الجنسية الأمريكية حتى نعيش في البلاد العربية كراما شيء مؤلم ما هي دي أزمة الهوية أكيد الوضع سيتغير يعني أنا ما حسن نحن دي بلدنا حتى لو تعبنا شوية بل بل مرة الصلح ماديا يعني لكن يعني كفاءة الإحساس بالإنسان بني آدم ليعامل على أنه إنسان له كرامة آدمية ولقد كرمنا بني آدم المذيع اللي هو مفروض مصري أو عربي أو مسلم ويروح يشتغل في الإذاعات الأجنبية ويعمل بوقا لإذاعة تعادي الإسلام وتشوهه من أجل حفنة الدولارات هل هذه مش دي أزمة هوية الناس اللي تقبل أنها تكون جسوسة أو عميلة للمخابرات الأجنبية أو حتى والآيات بلله الدولة اليهودية الناس من المصريين أفلحوا في أنهم يجندوهم في المخابرات أو في الجواسيس على بلادهم لخدمة أهداف اليهود يبيع بلاده ويخونوا أمته ويخونوا دينها هي دي من أقبح مظاهر أزمة الهوية وأنه غير منتمي لهذه الأمة وغير فخور بها الذي يتجر في المخدرات ويكون هم كله أن يحصل المال ولا يبالي بتدمير الشباب المسلم لأن فعل المخدرات يمكن أن يكون أخطر بكثير من فعل الأسلحة المدمرة فالذي يروج المخدرات ويشيعها ويتجر فيها من أجل الحصول على كسب كبير وسريع وفي سبيل ذلك لا يبالي بأن ينسف شباب المسلمين الأسفل هذه أيضا من مظاهر القبيحة لعدم الانتماء لهذه يعني الأهوية الأستاذ الجميع الذي يحاضر في الشباب في آلاف الشباب ويظل يسبح بحمد الغرب وأعداء الأمة صباحا مساء المسلم الذي يدعي الإسلام ثم يقبل إذا خرج إلى أمريكا أو إلى غيرها بالانتظام في جيوش الدول الكافرة التي تحارب الإسلام والمسلمين هذه من أسوأ مظاهر اختلال في الولاء والبراء والاختلال في الانتماء والهوية كيف أنت تبيل الفلوس تبيع نفسك وتبقى جندي في الجيش الأمريكي تمكن تروح في يوم الأيام تضرب إخوانك في أفغانستان أو في العراق أو كذا أو كذا كيف هذه من الأشياء الخطيرة جدا التي تقدح تماما في انتمائه للإسلام كل ببغاء مقلد يلغي شخصيته ويرى بعيون الآخرين ويسمع بآذانهم ويسحق ذاته ليكون جزءا من الآخرين يبتغي عند هؤلاء الآخرين العزة أيضا هذه مظهر من مظاهر أزمة الانتماء أو أزمة الهوية الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس اللي يبتغون عندهم العزة يخيب الله سعيهم ويعاملهم بنقيض قصدهم هو يرد العزة من الجنسية الأمريكية من انتماء للجيش الأمريكي ومن هذه الأشياء التي ذكرنا لكن في الحقيقة هو يعود مذموما مخذولا من الفريقين جميعا فيتحقق فيه قول القائل باء بالسخطتين فلا عشيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه العداء ومن الدروس الرائعة جدا في الظروف التي نعيش فيها كيف أن الغرب هؤلاء الناس الذين باعوا كل شيء في سبيل مصالح أعدائنا كيف أن هؤلاء الأعداء أول من خذلوهم ورأينا النماذج دي كتير جدا سنة الله مش بس يوم القيامة ثم يوم القيامة يكفروا بعضكم ببعض وهلعنوا بعضكم بعضا لا حتى في الدنيا رأيناها في شاه إيران ورأيناها في السادات ورأيناها في شاوشيسك ورأيناها في ناس كتير أنه ساعة الجد كلهم يدخل لون عنه ورأينا هذا طبعا في ابن علي ويعني غيره مش عارف أن الناس اللي الكتاب هل بحث أن كنت كتابته من مدة بعيدة وكان أيام ما كتابته أعتقد حوالي 2001 حاجة كده أو سنة 2000 لما ماتت أميرة ويلز المسمى ديانا أقول هنا أن نظرة إلى الحيز الإعلامي الذي شغله موت أميرة ويلز في كل أرجاء العالم المنتسب إلى الهوية الإسلامية في هذا اليوم يوم جنازتها شيء مؤلم جدا جميع البيوت الإسلامية جاست خلالها التقوس الكنسية كل معظم بيوت الناس كانت تشاهد مراسم الجنازة وتطلى فيها يعني عبادات الكفار في داخل بيوت المسلمين من شدة الحزن والتأثر لموتها في نفس الأيام التي ماتت فيها هذه الأميرة مات العلمة الكبير الشيخ محمود شاكر رحمه الله وتعالى ما حس تقريبا أحد بموته ما يعني اهتم أحد على الإطلاق بموت الشيخ العلمة الكبير القمة الشامخة العلمة أبو فهر محمود محمد شاكر رحمه الله وتعالى ما حس أحد بموته لكن في نفس الوقت حصل أن التقوس الكنسية دخلت معظم بيوت المسلمين احتفاء بموت هذه الأميرة ننتقل إلى كلام حول الصراع بين الهوية الإسلامية وبين الدعوات العالمية قضية الهوية قضية محورية أزعجت كل الناس إلا أصحابها والمشكلة تكمن في أن أكثر المسلمين لما يقتنعوا أن الأعداء من حولهم على اختلاف مذهبهم وعقائدهم لا هدف لهم إلا استئصال شأفة الإسلام وطمس الهوية الإسلامية وصهرها في أتون العالمية الأممية وإزالتها من الوجود لأنها أي الهوية الإسلامية لا غيرها هي الخطر الماثل أمام القوة الراغبة في احتواء العالم الإسلامي والسيطرة عليه سيطرة فعلية ودائمة يقول الله تعالى ولا يزالون استمرار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إن أي جماعة تعوزها الهوية المتميزة سوف تجد في عالم تحكمه شريعة الغاب من يحاول استقطابها والهيمنة عليها وتذويب شخصيتها عن طريق تدمير البنية التحتية لهويتها العقائدية والثقافية التي تحفظ عليها سياجة شخصيتها فيتحول الإنسان إلى كائن تافه فارغ غافل مغصول المخ تابع مقلد إن هويتنا الإسلامية هي مصدر عزتنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وحين تمسكنا بهذه الهوية سدنا العالم وخافت بأسنا الأمم حتى كانت كنائس أوروبا لا تجرؤ على دق نواقيسها حينما كانت الصفن الإسلامية العثمانية تعبر البحر المتوسط وحين تخلينا عنها نزع الله من قلوب عدونا المهابة منا وقاذف في قلوبنا الوهن حب الدنيا وكراهية الموت قال رسول الله صلى الله وسلم إذا تبايعتم بالعينة ويحيل من حيل التحايل على دبا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرعة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تردعوا إلى دينكم إن إضعاف الهوية الإسلامية أخطر وأشد فتكا بالأمة من نزع سلاحها ومما يوسف له أن أعداءنا يدركون جيدا أن الهوية الإسلامية أقوى سلاح يجب نزعه من المسلمين بإثارة النعرة القومية في آخر سنة سبعة وستين ألقى أبا إبن وهو وزير خارجية الكيان الصهي اليهودي ألقى محاضرة بجماعة برينستون الأمريكية قال فيها سنة سبعة وستين بعد النكسة يقول يحاول بعض الزعماء العرب أن يتعرف على نسابه الإسلامي بعد الهزيمة وفي ذلك الخطر الحقيقي على إسرائيل ولذا كان من أول واجباتنا أن نبقي العرب على يقين راسخ بنسابهم القومي للإسلامي هذا مع أن المجتمع اليهودي في فلسطين يتألف من مهاجرين من نيف ومئة دولة مختلفة يتكلمون سبعين لغة مختلفة من شتات الأرض جمعتهم عقيدتهم الواحدة رغم اختلاف اللغات والألوان والقوميات والعناصر والأوطان لكن ما الذي جمعهم في الدولة اللقيدة العقيدة اليهودية هذا أدولف كريمر وهو يهودي يعلنها بكل فخر يقول جنسيتنا هي دين آبائنا ونحن لا نعترف بأي قومية أو جنسية أخرى جنسيتنا هي دين آبائنا اليهودية ونحن لا نعترف بأي قومية أو جنسية أخرى يقول أستاذ يوسف العظم رحمه الله تعالى لقد سمعت وزير إعلام عربي إبان حرب حزيران نكسة يعني قبل الحرب مشاركة وزير إعلام عربي يقول دعونا من خالد بن الوليد وصلاح الدين ولا تثيروها حربا دينية حد تجيب خالد بن الوليد ولا صلاح الدين ولا تقول الله أكبر ولا هذه الأشياء دعونا من نفس الفزاعة الإسلام وفوبيا غزت قلوبنا نحن نحن لأننا خاف من الإعلان عن هويتنا الإسلامية بغرس الداخلنا الخوف من الإسلام في اللواعي أصبح ناس خاف الشريعة الإسلامية تقطيع الإيدين والدماء والقتل والتشرب الدماء هو دي صورة الإسلام السبب هذه الحملة الطويلة على يعني هوية الإسلامية يقول هذا الوزير دعونا من خالد بن وليد وصلاح الدين ولا تثيروها حربا دينية قال ذلك وهو يعلق على ما يذيعه بعض الدعاء من حث للجند على الثبات وتشجيع للمقاتلين على الجهاد والاستشهاد يقول أستاذ يوسف العظم رحمه الله فقلت لمن كان حولي منهزمون ورب الكعبة منهزمون ورب الكعبة غير الإسلام ما نسوي إلا الأصفار بل أن أي قيمة بدون يعني الإسلام جاء في صحيفة بديعوت أحرنوت وهي صحيفة يهودية معروفة بتاريخ 18 3 سنة 78 إن على وسائل إعلامنا أن لا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاما ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد ولهذا يجب أن لا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف والبطش لإخماد أي تبادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا انتهى كلامها وقال أشعي بومن إن شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي من الإسلام لهذا الخوف أسباب منها أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديا بل إن أتباعه يزدادون باستمرار وذي حقيقة مسلمة بها أن الإسلام أسرع الأديان انتشارا في العالم كله منها أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عدديا بل إن أتباعه يزدادون باستمرار ومن أعظم أسباب الخوف وأفضاعها أن هذا الدين من أركانه الجهاد حينما أراد الشاعر محمد إقبال رحمه الله أن يبين أثر تخل المر عن هويته وذاتيته ضرب مثلا فقال كانت مجموعة من الكباش تعيش في مرعا وفير الكلأ عيشا رغيدا ولكنها أصيبت بمجموعة من الأسود نزلت بأرض قريبة منها فكانت تعتدي عليها وتفترس الكثير منها فخطر ببال كبش كبير منها أن يتخذ وسيلة تريحها من هذا الخطر الداهم الذي يهددها فرأى أن استخدام السياسة والدهاء والحيلة هو الوسيلة الوحيدة فظل يتودد إلى هذه الأسود في حذر حتى ألفته وألفها فاستغل هذه الألفة وبدأ يعظ الأسود ويدعوها إلى الكف عن إراقة الدماء وإلى أن تترك أكل اللحم وأخذ يغريها بأن تارك أكل اللحم مقبول عند الله وأخذ يزين لها الحياة في دعة وسكون ويقبح لها الوثبة والاعتذاء حتى بدأت الأسود تميل إلى هذا الكلام فأخذت الأسود تتباطأ في افتراس الكباش وتتكاسل عن السعي وراء الرزق ومالت إلى حياة الدعة والهدوء واكتفت بأكل الأعشاب كما تفعل الكباش فكانت النتيجة أن استرخت عضلاتها وتثلمت أسنانها وتقصفت أظفارها وأصبحت لا تقوى على الجرج ولم تعد قادرة على الافتراس وبذلك تحولت الأسود إلى أغنام لماذا؟ لأنها تخلت عن خصائصها وفقدت ذاتيتها وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ما ترك قوم للجهاد إلا ذلوا لقد وصلت محاولات طمس الهوية إلى حد أن يضغط علينا قتلة الأنبياء ومحرف الكلم عن مواضعه كي نفعل مثلهم ونمارس هواية التحريف التي طالما تلطخوا بها كان من محاور اتفاقية كام ديفيد ضرورة إزالة المفاهيم السلبية تجاه إسرائيل في الإسلام وصرح إسحاق نفون رئيس الدولة اللقيطة الأسبق في خطابه بجامعة بن جوريون أمام السادات في 27.5.1979 قال إن تبادل الثقافة والمعرفة لا يقل أهمية عن الترتيبات العسكرية والسياسية وصرح أيضا أمام قيادات الحزب الوطني بمصر في 28.10 سنة 1980 بأن أي صياغة داخل بلادنا جاي بيكلم مع الحزب الوطني يقول إن أي صياغة أدبية أو دينية يعني أي نص ديني أو أدبي إن أي صياغة أدبية أو دينية تخالف التصورات الإسرائيلية تعد مساسا بالسلام الإسرائيلي طبعا كانوا يشيرون إلى الآيات القرآن الكريم التي تذم اليهود وتفضح مثالبهم على أي الأحوال قضية الهوية وتدمير الهوية الإسلامية حتى بعد ذلك أيضا انتخلوا لموضوع الأمن القومي وبالتالي نسوا الناس حتى الرابطة العروبية وأنتم تعرفون الارتباط الوثيق بين العروبة وبين الإسلام فحق لإسرائيل أن تكون أكثر دول العالم حزنا على انهيار مبارك وحزبه حتى قالت بديعوت أحرنوت بعد هذه الثورة المباركة لقد كان مبارك آخر حائط سد لإسرائيل أمام الصحوة الإسلامية آخر حائط صد يحمي إسرائيل من الصحوة الإسلامية وقد انهار هذا الحائط عندنا مشكلة مع الجماعة اللي هم أعداء الهوية الإسلامية أعداء الهوية في الخارج بيكونون صراحة بيتكلموا بصراحة شديدة أما أعداء الهوية من الداخل فدائما ما يلتون ويتلونون في حربهم ضد الهوية الإسلامية فنجد دائما الآخرين في الغرب مثلا يحرصون على هويتهم في اعتزاز شديد بهويتهم مع اجتهادهم في نفس الوقت في تذويب الهوية الإسلامية وطمس معالمها فيحلون لأنفسهم ما يحرمونه علينا على سبيل المثال قال نيكسون نيكسون طبعا معروف أنه منظر مش مجرد رئيس فقط كان منظرا رجلا مفكرا ولو كتاب الذي يسميه says the moment يعني انتهز الفرصة يقول نيكسون إننا لا نخشى الضربة النووية ولكننا نخشى الإسلام والحرب العقائدية التي قد تقضي على الهوية الذاتية الغرب اللي هي الـ identity أو الهوية إن الإسلام هو الممكن يقضي على الهوية الغربية إذن مسألة بالنسبة لهم هي مسألة حياة أو موت أيضا قال نيكسون في نفس الكتاب إن العالم الإسلامي يشكل واحدا من أكبر التحديات لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية في القرن الحادي والعشرين بلغ أعجاب كلينتون بالهوية الأمريكية واغتراره بها إلى حد أن وجد في نفسه الجرأة إلى أن يقول في خطاب الرئاسي في خطاب تعيينه رئيسا لأمريكا كلينتون قال إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري وإننا نستشعر أن علينا التزاما مقدسا لتحويل العالم إلى صورتنا وإننا نستشعر أن علينا التزاما مقدسا لتحويل العالم إلى صورتنا انتبه أيضا لهذه العبارة الخطيرة التي قالها أيوجين رستو وهو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجيات الأمريكية ومساعد وزير الخارجيات الأمريكية ومستشار الرئيس جونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى سنة 67 ماذا يقول هذا الرجل إن ظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي فلسفته وعقيدته ونظامه وذلك أجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها منذ زمن قال أحد المسؤولين في وزارة الخارجيات الفرنسية ليست الشعية خطرا على أوروبا قبل انهيار الشعية ليست الشعية خطرا على أوروبا فيما يبدو ليه فهي حلقة لاحقة لحلقات سابقة وإذا كان هناك خطر من الشعية فهو خطر سياسي عسكري فقط ولكنه على أي حال ليس خطرا حضاريا تتعرض معه مقومات وجودنا الفكري والإنساني للزوال والفناء إن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا عنيفا هو الخطر الإسلامي والمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي فهم يمتلكون تراثهم الروحية الخاص ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة وهم جديرون وهم جديرون بأن يقيموا بها قواعد عالم جديد دون حاجة إلى الاستغراب وفرصتهم في تحقيق أحلامهم هي اكتساب التقدم الصناعي الذي أحرزه الغرب فإذا أصبح لهم علمهم وإذا تهيأت لهم أسباب الإنتاج الصناعي في نطاقه الواسع انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضارية الفتي وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الروح الغربية ويقذفون برسالتها إلى متاحف التاريخ انتهى كلام وزير مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية منذ زبل إذا كنتم تتذكرون الصراع الذي حصل في كندا في كندا منذ سنوات حول هوية مقاطعة كويبك مقاطعة كويبك في كندا بين المتحدثين بالإنكليزية وبين المتحدثين بالفرنسية حصل شجار بينهم ومشاكل كبيرة حول أي هوية التي تسود ما هي هوية مقاطعة كويبك فرنسية أم إنكليزية في الحيث اللغة يعني نذكر أيضا أن فرنسا رفضت التوقيع على الجزء الثقافي من اتفاقية الجات والذي يضمن المواد الثقافية الأمريكية أن تباع بفرنسا بمعدلات اعتبرها الفرنسيون تهديدا صارخا لهويتهم القومية وطالبوا بتخفيض هذه المعدلات أما تمسك يهود بهويتهم الدينية فحدث ولا حرج فإن كيانهم اللقيط لم يقم إلا على أساس خالص من الدين اليهودي نفس اسم الدولة يحمل اسم نبي الله يعقوب عليه السلام وإن كان هو عليه السلام بريئا منهم براءة الذئب من دم ابنه يوسف عليه السلام الدولة اللقيطة ليس لها دستور لأن دستوراء هو التوراة وهم يتشبثون بتعاليم التوراة ويعضون عليها بالنواجذ في مجالات العلم والدين والسياسة والاجتماع وفي حياة الفرد اليومية حتى اللغة العبرية التي انقارضت من ألف سنة بعثوها من مرقدها حتى صارت لغة العلم عندهم وألفوا بها أدبا نالوا به ما يسمى بجائزة نوبل عندما أراد الصهائين أن يقيموا سفارة لهم في القاهرة أصروا على أن يكون موقعها على الجهة الغربية من النيل احتراما لعقيدة في أن حدود إسرائيل الكبرى في زعمهم تنتهي عند الجهة الشرقية من النيل فلازم عشان السفارة تبقى في مكان صح تبقى في الجهة الغربية ليس الشرقية من النيل لأن العلمين ده ده حدودهم التي يطمحون إليها حتى عالم يعني هم بيحرم علينا انتماء لديننا وملتنا وعقيدتنا وهم كل شيء عندهم ديني الدستورهم والتوراة اسم الدولة إسرائيل نبيهم شريعتهم المقدسة شريعة التوراة ويجبرون العالم كلها والاحترام يعني أحكامها خاصة فيما يتعلق بيوم السبت عالم الدولة عبارة عن خطين أزرقين يرمزان للنيل والفرات بينهما إيه نجمة داود تغطي منطقة السيادة منطقة سيادة الدولة ما بين النهرين والنيل والفرات وبينهما منطقة السيادة عليها نجمة داود في جامعة تل أبيب عُخذت ندوى يوم 19 فبراير سنة 1980 حول دعم علاقة السلام بين مصر وإسرائيل أثار اليهود فيها ما ورد ما ورد في القرآن الكريم من ذنب لأخلاق اليهود ومواقفهم وأن في مطبوعات جابوا لهم بقى مطبوعات في مصر شوف كل كتب تنتقد اليهود وبتجيب حاجة من القرآن الكريم والسنة فيها ذنب لليهود ومواقف اليهود قام دكتور مصطفى خليل ليطم إلى اليهود فقال ودول طبعا عمره ممثلونا أبدا ما فيش حد أبدا من كل المسؤولين في عهد مبارك كان يمثلونا نحن ولا هو نفسه كانوا في جهة أخرى منفصلة تماما عن هذه الأمة في كل شيء المهم قام مصطفى خليل وبيطم من اليهود اللي بيشتكوا إن بصوا عندكوا ضبطنا كتب متذاولة في داخل مصر كلها فيها ذنب لبني إسرائيل وأخلاقهم ومواقفهم فرد مصطفى خليل ليطمئنهم فقال إننا في مصر نفرق بين الدين والقومية ولا نقبل أن تكون قيادتنا السياسية مرتكزة على معتقداتنا الدينية ديفيد فيثل في هذه الندوة أم رد عليه قال له إيه وشوفوا العار إنكم أيها المصريون أحرار في أن تفصلوا بين الدين والسياسة ولكننا في إسرائيل نرفض أن نقول إن اليهودية مجرد دين فقط يشوفوا هم يتزللهم بإيه وهما يردوا عليه بإيه رد اليهود فقال إنكم أيها المصريون أحرار في أن تفصلوا بين الدين والسياسة ولكننا في إسرائيل نرفض أن نقول إن اليهودية مجرد دين فقط فإذا نظرنا إلى مكائد الغرب ضد هويتنا الإسلامية لعلمنا أن هذا فهم الأعلى هو طمس هذه الهوية باستبدالها بأخرى أي نعم الهوية أهم حاجة ما تكون شيء إسلامية هوية وثنية قومية قطرية تفتتنا وتشتت شملنا لأن الهدف هو الحيلولة دون أن يكون الإسلام عمادة الحاضر والمستقبل مش عارف في حد منك فاكر موقف الدكتور عبد النعم أبو فتوح مع السادات حتلاقوها في اليوتيوب لما أم كان هو رئيس تحاد طلاب في الجامعة في القاهرة فأم والسادات كان في الأول طبعا عايش دور الديمقراطية الحقية اللي هي ما كانش لسه طلع لها أنياب وبعد كده قال فيه ديمقراطية وبس ديمقراطية لها إيه أنياب فكان لسه بطلعتش الأنياب دي فأم بقى الأخ وكان كلام على الهوى مباشرة أم عبد النعم الفتوح وقال إيه قال له يا رئيس أنا عايز أعرف العلام والمناهج عايزة تطلعني إيه بالضبط عايزة تطلعني أعبد الوثن ولا أعبد البقر ولا أعبد مين واضح في جملة معروفة جدا وشهيرة وحصل صدام شديد وقتها فالشاهد أن فعلا أي هوية ما عدا الإسلام اتمسحه في الفراعنة وقوله هوية الفراعنة وتنفخه في أليهة الفراعنة وشرك الفراعنة وثنيات الفراعنة وحضارة الفراعنة وحضارة الحجارة والسحر وعبادة الملوك قومية ماشي وثنية ماشي أي شيء ما عدا الإسلام لأن الهدف هو الحيلولة دون أن يكون الإسلام عماد الحاضر والمستقبل أو على الجهة الأخرى يعني الهويات الصغيرة بتعمل تفتيت وممكن بقى هويات أوسعة تعمل تذويب اللي هي الهوية العالمية الهوية العالمية تميع الانتماء للدين المهم هو محو الهوية الإسلامية المتميزة فصرنا كمن قيده عدوه بعد أن جرده من سلاحه وانتزع أظفاره وخلع أسنانه ثم وضع الغل في عنقه والقيد في معصمه وإذا به يشكر له هذا الصنيع ويفخر بالغل ويتباهى بالقيد ويعتز بأنه عبد لهذا السيد أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغفرك أتوب لك ترجمة نانسي قنقر